مؤخرا وزارة التربية والتعليم عملت نظام للامتحانات اسمه الامتحان الموحد يعني ابن حضرتك وبنت حضرتك يدخلوا الامتحان كل المواد وتتعرض عليهم ورقة واحدة كراسة اسئلة واحدة العربي الماث بيسموه ايه بقى العلوم الساينس والحاجات اه والدراسات الاجتماعية طبعا الوزارة وفق خبراء التعليم عملت يعني معايير حاجة اسمه الوزن النسبي للمادة يعني امتحان العربي يبقى فيه 100 سؤال الماث يبقى فيه 70 واكذا وكل ده في يوم واحد والطلبة راحوا امتحانوا انا باقترح في اطار بقى واحنا عملين نتكلم وعايزين نطور وان ما جربناه في السبعين سنة اللي فاته ما ينفعش يستمر لماذا لا يستمر هذا السيستم فكرة خارج السندوق احنا ليه مصرين نحمل اولياء الامور واولادنا جربوها حتى في المرحلة التعليم الاساسي ابتداء وعدادي جربوها في ابتداء بس جربوها من اولى ابتداء الخمسة ابتداء يا عم هي ست ابتداء لسه شهادة ولا لا اه ست ابتداء مش شهادة يعني جربوها من اولى ابتداء لست ابتداء يعني عايز التلميذ وهو رايح المدرسة هو رايح يستمتع ليه فكرة ان انا كل يوم والامتحان والكلام اه عند الامتحان يكرم المرأة ويوهان اي نعم بس لا هو يوهان طيب ما انت تمتحنه على مدار العام ما انت عندك سنة كامل ما تخلي خمسة وعشر تلاتين في المية من الدرجات على امتحان اخر السنة الورق وخلي سابعين في المية على مدار العام انشطة ثقافية تعليمية ليه ليه منفق ايه اللي حصل احنا لما عملنا الامتحان الموحد السنة اللي فات اه الدنيا نهارت يعني الاجابة لا انا ما شفتش ما انا تبعت عشان كده واحنا داخلينا هو على شهور الامتحانات ورمضان جاي كل عام وانتم بخير وبعدين الامتحانات لماذا لا نفكر في الامتحان الموحد طيب المرة اللي فاتت عملنا امتحان موحد في كل المواد طيب في يوم واحد نهاية الترمي الاول طيب ما تيجي نعمله يا عم على يومين بس يعني بلاش يوم واحد ماشي هنبدأ معاكم حب حب يبقى يومين انا اتمنى مثل هذه الافكار تكون محل النقاش يعني لاننا طمعان ان بلدنا فعلا تتقدم بافكار جديدة ودي فكرة انا شفتها حلوة هل انا اللي اخترعتها لا ده المحن اللي فيه اللي احنا فيها بتاعة الوباء هي اللي اجبرتنا على كده وهي اللي اجبرتنا على ان احنا نعمل اجتماعات وشغل عبر الانترنت طب ما اذا كان ده ينفع وتكالي على الله اشتركوا في القناة